موسيقى كاملين معكم مشاهدين وفي أولى استضافاتنا لليوم نروح للشمال يعني اليوم بأولى استضافاتنا والعجلون يعني هذه المحافظة وهذه المدينة التي دائما تعنى بالثقافة والأنشطة الثقافية وتهتم بكل ما يخص هذا الجانب بالتحديد جانب الثقافة نحن نحكي عن منتدى الجنيد الثقافي ورئيس منتدى الجنيد الثقافي يوسف المومن سيعرفنا عن هذا المنتدى وأسباب تأسيسه وأهم أهدافه دعنا أرحب فيه إيساد صباحكم أهلا وسهلا بك بطاعة دعنا نحكي قليلي عن المنتدى énormément تأسيسه نعم تأسس منطقة الجنيد الثقافي كغير من هيئة الثقافية في محافظة عجلون تلبية إلى الحراك الثقافي والإنتاج أدبي الغزير وأيضا المثقفين الكثيرين في محافظة عجلون حتى نركز ونصلط الضوء على المثقفين والمبدعين من محافظة عجلون والمثقفين والأدب من مسرح من شعر من قصة ومن تأليف وغيره أيضا لتسليط الضوء على هذه المحافظة الجميلة وأيضا تعريف المثقف العجلوني وبالمنتج الأدبي في محافظة عجلون اللي هي زاخرة زي ما حكينا بالمنتج الأدبي والثقافي برغم الوضع الاقتصادي اللي بتعاني منه كل محافظات المملكة وخاصة محافظة عجلون إلا أنه ما أثنى الناس ذلك وربما أحيانا بعض الإنتاجات الأدبية تجعل الأديب يعبر عن ما يدور حوله من أحداث اقتصادية وسياسية تكون ملامسة للواقع وموليد للإبداع حتى أنه ينشر معاناته أو إحساساته أو كل شيء يشعر فيه ومنطقته فبعبر عنها من خلال منتج أدبي حسب هو موهبته نحن لما نعرف أنه في منتديات نعرف أنه محافظة تكثر فيها يكثر في الأدباء والشعراء والفنانين نعرف أنه هي دائما مهتمة بشكل كبير ولكن تأسيس هذا المنتدى نحكي عنه بمتى تأسس والمراحل الجنية التي مر فيها هذا المنتدى وأيضا نحكي عن تفاعل أهل المنطقة مع هذا المنتدى تأسس المنتدى رسميا في مدينة عبناء بلين في محافظة عجلون عام 2010 لكن قبل ذلك كان هناك الإنتاج الأدبي أو الفعاليات الثقافية كانت بطريقة فردية أو بمؤسسات أخرى قد تكون رسمية حكومية أو غير مختصة بالشأن الثقافي فرأينا أنه يكون فيه تأسيس لمنتدى ثقافي في هذه المنطقة سابقا كان فيه منتدى ب2003 موجود إلا أنه لسبب ما أغلق بعدها نحن أسسنا المنتدى منتدى الجنية الثقافي نسبه لإسم المنطقة منطقة الجنيد وبلدية الجنيد حتى يكون فيه مظلة للحركة الثقافية والأدبية من خلالها يكون تحرك وحركة الأدباء والمثقفين وأيضا يكون فيها ومن خلالها دائما إنتاج وقامة كل الفعاليات الثقافية الأدبية وطبعا هو ترخيص وزارة الثقافة زي ما حكينا عام 2012 بشتغل المنتدى كل الفعاليات التي تندرج تحت مسمى ثقافة مؤتمرات ندوات محاضرات تواوي وتثقيفية أيضا تسليط الضوء على الأدب من شعر وقصة ومسرح لأننا نعجلون فيها يعني جميل فيه مسرح فيه فرق مسرحية فيه فرق مسرحية ولكن هناك مسارح مخصصة في المحافظة المسارح اللي موجودة يعني المسارح البلدية مثلا فيه مسارح المدارس أحيانا نستخدمها مسارح الكلية مسارح الجامعة جامعة عجلون الوطنية لكن إن شاء الله إحنا بنعمل أنه وهي من التحديات التي تتواجهها الثقافة في محاضرات أعجلون كل القطاعات التطوعية يعني العائق المادي اللي من خلاله ممكن يكون فيه عندك أنت مركز ثقافي شامل وأجلون يعني إن شاء الله في 2019 تم طرح عطاء لإنشاء مركز ثقافي يكون في مكتبة عامة ومسرح تستخدم كل الهيئات الثقافية اللي بالغي حوالي يعني أكثر من أربعين هيئة ثقافية ممتدة على المساحة الجغرافية للمحافظة إلا أنه عدد الهيئات الفاعلة دائما معروف إنه بيكون ربما أحيانا عشرة من أربعين إلا أنه يعني وجود هيئات ثقافية موجودة يوما ما إحنا منشجع على تأسيسها حتى لو كانت خاملة هذا اليوم يوما ما ممكن يجي حدا يدير هاي الهيئة في وقعة جغرافية ما في قره ما ويفاعلها إن شاء الله طب خلينا نحكي أكثر المنتدة مين بضم؟ المنتدة بضم مجموعة من الناس المؤمنين بالحركة الثقافية وهم متطوعون من أبناء المنطقة أكيد عندهم هم يعني بالشأن الثقافي ما بين متربويين مدراء مدارس ومعلمين ما بين مهندسين ما بين تجار ما بين ممرضين يعني إحنا اللي يشتغلوا بالقطاع الطيبي والتمرضي عندنا كمان عددهم كبير في المنتدة أيضا يعني إحنا مجندرين في عندنا كمان البنات والسيدات وصغار وكبار كلهم أعباء في هذا المنتدى وكلهم بيشتغلوا هاي إدارية وهاي أعامية حتى يعني وصلوا رسالة المنتدة يعني معنا عمر معين لا لا ما في عمر معين يعني بتعرف ان تلخيص الجمعيات أكيد كل حدا فوق 18 سنة يحق له فقط أنه ينتسب فيعني أي حدا بحاب ينتسب للمنتدى إن شاء الله إسألتكم التوصل وبالعكس نحنا بنكون ساعدين جدا لما يكون في منتديات ثقافية بشمال المملكة مش مس أنها تتمركز في عمان لأنه بنشوف نحنا الحركة الثقافية والأدبية أكثر فاعلة بعمان ولكن هذا لا يعني أنه إذا كان تسليط الضوء أكثر على العاصمة أنه بالشمال أو بمحافظات المملكة أنه لا يوجد هناك حركة ثقافية بالعكس أنه جميع الحركات الثقافية كانت تبتدأ من المحافظات ومن القرى بس يعني بداية كلامك كنت تتحدث عن التحديات اللي بتواجه كنا نحكي أنه في حركات ثقافية وفي أدباء وفي مفكرين وفي منتجين يعني في عندهم منتج ثقافي بغض النظر عن النوع اللي بيندرج تحته ولكن بدنا اليوم نحكي عن التحديات اللي بتواجهكم كمنتدى الجنيد الثقافي وأيضا بتواجه الحركة ثقافية في محافظة عجلون كما هي التحديات اللي بتواجه كل القطاع التطوعي بالأردن يعني حتى الجمعيات الخيرية حتى الهيئات الشبابية والرياضية مثلا والإدارات دائما العائق المادي اللي موجود واللي يعني منه الدولي بشكل عام إلا إحنا بخبرتنا إحنا من 2010 لغاية الآن تقريبا أكثر من 800 نشاط يعني نوعي وحقيقي وموثق هذا الكلام يعني بمعدل بالعشر سنوات أو أقل من العشر سنوات يعني 800 نشاط تقريبا صرنا عاملين مختلف الأنشطة والبرامج بكرة في نشاط عنا مثلا ترفيه للطفل عندنا يوم الأربع عنادواء كمان عندنا يوم 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 في عنا المسرح بتعاون مع مستضيفين مسرحية بتعنا باللغة العربية يعني نوعية مؤلفين يعني والمغرجين والممثلين كلهم يعني من الفنانين والمشهورين في الأردن بعد ذلك حملت تبرع بدم يعني كل شيء تقدر تتحكي يندرش تحت هذا العمل العائق المادي تحديدا إحنا قادرين نتجاوز ونشتغل فيه لعدة أسباب أهمها الخبرة اثنين إيمانا بأنه نستطيع نشتغل بدون ما يكون فيه فلوس وأيضا إحنا حتى الأدباء والمثقفين اللي احنا مستهدفهم وأحيانا مستهدف المجتمع من خلال هؤلاء كلهم يتفهم الوضع المادي فأحيانا بيكون كلهم متطوعين معنا ويشتغلوا بتطوع أو بأجر قليل حتى إحنا نمشي الحركة الثقافية بعجلون وهي ثمات المثقف يعني نحن بنحكي لما نتحدث عن الثقاف دائما يبحث عن الحلول ولا يقف على العوائق يعني دائما المثقف دائما يبحث ويختلق أسليب جديدة حتى أنه يخرج بالمشكلة اللي بتواجهه فلما يكون التعامل مع الثقافيين لما يكون المنتدى ثقافي بحث بخص المثقفين دائما بيكون بنشوف أنه عوائقه أقل وفيه رسائل ودائما بيكون فعاله فيه هيكا ديناميكي فبتشوف أنه حركته دائما باستمرار هذا الدليل لأنه المثقف في مخزون بداخله فإذا ما أدر أنه يفرغوا بغض النظر مين مكان بيقف أمامه وشو مكان العائق فهو عند القدرة أنه يتجاوز ونحن كمان نكون ساعدين وفخرين جدا أنه في عنا قمة قمة من الرفعاء اللي نسميهم بالمجتمع من الأدباء والمفكرين والمتجين اللي ألفا اليوم من خلال المنتدى الجنيد الثقافي يعني تحدثنا عن أهم الهداف تحدثنا عن الأنشطات تحدثنا عن التحديات بس بنا نحكي أكتر عن الدعم هل هناك دعم؟ يعني هو دعم تجول يأتي من وزارة الثقافة إلا أنه إحنا زي ما حكيت لك يعني نحاول نجيب داعمين من هنا وهناك لبعض البرامج أحياناً لا نجد فإحنا من نطبق البرنامج بالإمكانات الشحيحة المتاحة لأنه إحنا يعني منسعى إلى الوصول لهدف عالي وسامي إنه كيف إحنا ننشر المنتج الأدبي العجلوني بين العجلونيين وبره محافظة عجلون أيضاً بالتعاون مع كل هيئات الشركة أيضاً إحنا في عدنا رسالة إنه من حمل هم الثقافة للناس يعني اللي علنا يعني الآن القطاع الثقافي ممكن كان عدد اللي بيشتغلوا فيه أو المؤمنين فيه قبل 10-15 سنة مش بالكمل حالي الموجود لأنه صاروا يشوفوا أنه الحركة الثقافية فيها نوع من بناء الشخصية والإنسان يعني بدل ما يكون دائماً التفكير بالأم والجانب المادي بناء الإنسان هو أهم وبالإضافة لما أنت بتأسس إنسان مثقف بيكون في عنده قدرة على أنه يجد حلول لنفسه بعد ما يبني ذاته يعني معيق الاقتصاد اللي بدور حوله يعني من المعيقات اللي احنا أنا حاب أحكي عنها كمان أحياناً كثرة يعني عدد المثقفين احنا منعاني أنه عدد البرامج كثيرة لأنه تستضيف اليوم شاعر أديب بعد فترة العدد كبير جداً فأحياناً بيكون في ضغط علينا احنا منقول للأدباء والمثقفين وأحياناً في ضغط على الهيئات الثقافية فإنت يعني ارحم الهيئات الثقافية حتى تستضيف زي ما أنت موجود في غيرك موجود للأسف بعض الهيئات الثقافية كمان هي بتحابي يعني دائماً هو نفس الشاعر نفس الأشخاص مقررين أنه ابحث عن مبدعين آخرين وطلع يعني في كثير ناس إحنا زي ما أنت بتشتغل تطوع بتشتغل مبادرات مختلف الاقتصاصات في كل مكان ناس بتشتغل بس إحنا ما وصلنا لهم زي ما حكيتي قبل شوي بالعاصمة في أنت حكيتي في زخم فعل ثقافي بالمحافظات لا هو بالمحافظات أكثر بس مش مخدم حقه بالتسليط الإعلامي يصلط ضوء على الحركة الثقافية المركز بعمل ولكن بالمحافظات يعني بيكون أقل تسليط الضوء عليها بس دات طرق لنقطة تحدثت فيها أنه من بعض المعيقات أنه في زخم عندكم بالأدباء فأنه ما عم ياخد أنه بياخد حقه ولكن يعني كمان هي مش مشكلته بالمحصلة فأنه كل إنسان عنده منجز ثقافي بحاجة أنه يعرضه بحاجة أنه يقدم للناس بحاجة أنه إنسان يجي يمسك بيدي ويقول له تعالي أنا بدي أساعدك يعني كمان هي مش مشكلته يمسك بحاجة أنه يعمل بالإدارة الثقافية تكون مشكلته هاي إنه بيكون عنده عدد كبير ويعني أنت بتشتغل تطوع بالنهاية فأحيانا على حساب وقتك وشغلك الشخصي أو الرسمي تستغرق أو تعمل يعني إغراق للفعاليات وبكل الأماكن حتى أنك يعني يتوصل لهم فإحنا بدنا بنهم بس قليل من الصبر لليست إحنا ما وصلنا لهم أو اللي بده كمان مرة أخرى وثالفي ورابع يظهر إحنا بدنا الأديب يعترف بالأديب الآخر بالمثقف يعترف بالمثقف الآخر بالإضافة لأنه يعني من العوائق الموجودة اللي بيوجوهها بعض الكتاب والأدباء أو بعض الفعاليات اللي نحن نحب نعملها تكون ثقفة عالي وهي بواجهها إلى أدب والمثقفين والكتاب شكل عام بالعالم العربي إلا هو مقصة رقيبة على كل ما ينتج من أدب يعني المفروض يكون الثقف أعلى دائما لازم يكون موجه وهي مشكلة يعني إحنا مش كاترين نوصل للثقف اللي بدنا إياه بالمنتج الأدبي والثقافي أحياناً لنكون في عاليك رقابة ترخيصك هيك بسمح فأنا أعتبر أنه هذا من العائق العام يعني مش بسم موجود في الجونيد أو في الأردن في المنطقة العربية إن شاء الله أنه نجاوز في مهدا إن شاء الله إن شاء الله هلأ هذه المبادرة هي جزء من مجموعة مبادرات موزعة حول المملكة حكي لنا أكتر عن المبادرات التنين يعني منتج الجونيد الثقافية هيئة مستقلة مرخصة ترخيص وزارة الثقافة زي ما حكيت لك يشتغل فعاليات ثقافية من الشمال إلى الجنوب في مختلف المناطق الجغرافية وأيضاً من أهدافه التشبيك مع المؤسسات الأخرى سواء كانت رسمية تعليمية أو تطوعية مختلفة الاقتصاصات لأنه إحنا مؤمنين أنه كل عمل بيعمله الإنسان سواء كان إيغاثي تطوعي خيري هذا يندرش تحت المفهوم العام اللي هو الثقافة يعني الثقافة هي العنوان العام لكل الحراكات اللي موجودة في المجتمع فشبكنا يعني مع كل الهيئات التطوعية في المناطق الجغرافية في المملكة بالإضافة لأنه كان فيه كمان إحنا من رسالتنا بتعاون مع مجموعة من الزملاء أسسنا فريق اسمه فريق مبادرات للأردن الآن بضم مئات المبادرات النوائية تقرب 150 شخص إحنا بنلتقي على قروب واتساب حالياً أغلب الموجودين في منهم ممثلين لمؤسسات شبابية مؤسسات اجتماعية إغاثية مؤسسات خيرية مؤسسات رياضية ومؤسسات ثقافية بالإضافة لمؤسسات تعليمية مؤسسات حكومية في منهم مندوبين أو ناطقين رسمياً بوزارات في معنى إعلاميين هدفنا نشبك مع بعض حتى يعني يكون فيه تبادل الخبرات نشوف إش في عندي الشخص اللي هون إش في عندي ممكن أنا أستفيد من خبرة هذا الشخص وبرنامج الموجود أو مبادرته أطبقها في منطقتي وهكذا هو ممكن يعني يستفيد من من مبادرتي في منطقته وهكذا يعني مظلة مظلة تجمع هذه المبادرات ومختلفة الاختصاصات ومن كل أنحاء المملكة ومشتغل على كل يعني البرامج بيئية زراعية اقتصادية شبابية تعليمية صحية يعني بعض المبادرات تتعلق بالمرأة بعض المبادرات تتعلق بالطفل التوعية بشكل عام يعني منلتقي وأيضا منشتغل مع بعض ومنتعاون مع بعض وحيانا بعض المبادرات اللي بتكون للسناشئة قد إنه وفق الإمكانات المتاحة الموفر لها داعي مادي حتى تمهض أو يعني يكون يتلقى هذا الشخص اللي ينبلش جديد في جمعيته أو في مبادرته خارط الطريق من اللي عندهم خبرة وحتى كيف يستمر في مؤسسته وبصير بعدين خلاقه ويخترع مبادرات يخدم فيها مجتمعه حسب حاجة هذا الهدف الأسمى أنا بعتبره من المبادرات التطوعية هو أنه أنت تعطي الفرصة للآخر بأنه كمان يكون هو إنسان يعني قائد في يوم من الأيام وأيضا يعطي فرص لآخرين فهي بتكون عملية أنه التطوع والخير من شخص لشخص فهذا اللي بنكون ساعدين فيه من خلال مبادراتنا نحنا بدنا نشكرك أستاذ توفيق لمنتدى جنايد الثقافي لكل أدباء ومثقفين محافظة عجلون وكل محافظاتنا اللي بنفتخر فيهم ونعتدد فيهم شكرا لإلك شكرا لك شكرا